موسيقى شاهدين الكرام أهلا بكم إلى هذه الحلقة من الصحافة اليوم وجولة صحفية جديدة نتناول فيها بالقراءة والتحليل أهم العنوين والأخبار الصادرة اليوم في العدد الجديد لجريدة المصر اليوم ويسعدنا أن يصحبنا هنا في الستوديو للتحليل والتعليق على الأخبار الأستاذ هشام شوقي الكاتب الصحفي باق المصري اليوم أهلا بحضراتك معنا أستاذ هشام تحيات الحضرتك للسادة المشاهدين أهلا بحضراتك حيا معنا موضوعات متنوعة بتهم المواطن بشكل مباشر سواء سلعة تموينية أو الأدوية أو أيضا إنفلونزا تيوروى الاستعدادات لها خلينا نبتدي على طول من الصفحة الأولى وهذا الخبر حول آخر تطورات أزمة الدواء والتسعير لأدوية جديدة ونقرأ هذا العنوان ارتباك في الصيدليات بعد زيادة أسعار الدواء الصيادلة ترفض الزيادات عشوائية اليوم الأول للتسعير وتخبط يعني أستاذ هشام هذا التقرير يرصد آخر ما وصلت إليه حال الصيدليات وبيع الدواء بعد زيادة أسعار حوالي 3.010 صنف من الأدوية فكيف يرصد هذا التقرير يعني بعد الزيادة أولا هو يعني يتميز التقرير ده بأنه ده صحافة مصنوعة عملوا يعني أمرته المصر ده مشتغلت عليه واختياره منشط ده كان دلالة مهمة لأنه هذا الملف يؤثر بشكل كبير على المصريين وتعاملهم في ظل أولا الزرف الاقتصادي اللي كلنا شعرين به الدواء من أكتر السرع اللي بتأثر في حياة الناس خاصة لمرضى الأمراض المزمنة زي الضغط القلب والسكر صحيح يعني كانوا بيعانوا من فترة من اختفاء هذه الأدوية من اختفاء هذه الأدوية ولا يستطيع أنه يعيش بدونها يعني أنا ما أقدرش النهاردة أقول للمريض بالضغط أنت هزاي هتعيش من غير الدواء فدور الدولة لنها لابد أنها توفر هذه الأدوية الأزمة أنه طبعا بعد تعويم الجنيه من قبل تعويم الجنيه يمكن كان أزمة التسعير كانت موجودة من قبل تعويم الجنيه لكن ظهرت أكتر بعد التعويم لأن فيه جزء كبير من المواد الخام اللي بتستخدم بديب أنت بتستورديها من الخارج وبالتالي بتطريد تدفع الفلوس بالعملة الصعبة ونتيجة لأنه ما فيش سياحة وتعويم الجنيه فبالتالي سعر العملة ارتفع نرجع للمسألة التسعير والصيدليات هو تم رصد طبعا حالة الارتباك الموجودة في الصيدليات بسبب التسعير لكن أنا حابب أقول أنه فكرة أنه ما فيش حوار بيتم بشكل مباشر ما بين وزارة الصحة وما بين الصيدلة والقاء للتهمات ما بين الطرفين ده بيؤثر على مسألة التسعير يعني أنا بتصور أنه لو لا تدخل مجلس النواب مؤخرا في الأزمة كان المسألة كان المسألة تفقمت أكتر من كده أو كان بقالها مردود سلبي أكتر على الناس ولكن كان هناك إعلان أنه من سوف يقوم بتسعير الدواء مرة جديدة هي لجنة من أطباء وصيدلة متميزين ده اللي تم الإعلان عنه فلماذا إذن يعترض الصيدلة الآن على هذه الأسعار الجديدة ما هو بالفعل هو فيه سياسات للتسعير وفيه لجان موجودة هو ده دورها يعني النهار ده أنا مش الصيدالي يعني أنا بقولش أن الصيدالي بقولوش رأي لا هو مهم طبعا لأنه هو الرجل الموجود في السوق وهو بيتعامل في السوق وبيتعامل مع الشركات وبيتعامل مع المريض لكن فيه لجان أصلا موجودة داخل وزارة الصحة والقطاع الصيدالي وفيه دراسات قبل كده معمولة عن تسعير الأدوية وده يمكن بيرجعنا للأزمة لأسية أننا غير مصنعين للدول وده يعني الحاجة اللي أنا بنتهزها فرصة أننا بدعو الدولة والحكومة أنها تنظر في هذه الأمور بشكل يعني مستقبلي سريع أنه إحنا نبتدي نخش في صناعة الدولة خاصة الأدوية بتاعة الأمراض المزمنة أنه لازم إحنا اللي نكون بنوفرها تبقى هذه صناعة في إيد الدولة في بريطانيا شركات الأدوية لما بيكون فيه مشكلة في التسعير أو فيه أي حاجة يعني حطروا فيها يعني رغم أن الموضوع هنا ملوش علاقة بشو بتحتكار الدول لكن في بريطانيا مثلا لو فيه حاجة زي كده بريطانيا بتخش بحاجة اسمها السهم الزهبي داخل هذه الشركات بترجعها طيب إذن ما هي أبرز مطالب السيادلة ويعني نقابة السيادلة لحل هذه الأزمة التي يرون أن زيادة الأسعار زادت منها وبالطبع من سيتحملها هو المواطن البسيط في النهاية ما هو دايما إحنا بنرجع نقول إيه أنه الأسعار مثلا غير مردية يعني ده دايما نرجع أن الأسعار غير مردية بس اللي بتحمل ده في النهاية المواطن البسيط والدولة في النهاية برضو ما تقدرش تيجي على المواطن لأن دي أدوية ما هي السلعة استفزازية أستغنى عنها وبالتالي التسعير يجب أن يكون فيه توازن يعني هو فيه جانب من الموضوع مهم جدا إحنا نشوف أنه ده لازم بفيه توازن أنا من خلال وإحنا بنناقش الموضوع تدوتي مع حضرتك أنا بدعو الناس وبدعو المجتمع الأهلي أن إحنا نبتدي حاليا في الفترة دي نحاول نوفر الأدوية للأمراض المزمنة للمرضى نبدورش يحصلوا عليها يعني فيه مرضى بتروح تاخد أدوية من مستشفيات حكومية ما بتلاقيهاش فيه مرضى فقراء بشدة بدرش يوفر الأدوية دي يمكن أنا بدعو رجال أعمال بدعو كل المجتمع لأنه هو حاول يساهم في توفير هذه الأدوية للنص البسيط من خلال هذا التقرير أيضا فيه نقطة هامة وهي يطالب بها الصيادلة وهي إعدام الأدوية منتهية الصلاحية الموجودة بالفعل في الصيدليات يعني كأحد الأمور بالإضافة بالطبع إلى تسعيرة منضبطة وليس عشوائية التسعير كما يصفها نقابة الصيادلة كما حدث مؤخرا مازلنا في الصفحة الأولى ومن الأدوية إلى رغيف الخبز وبنقرأ هذا العنوان زيادة تكلفة إنتاج الرغيف لستين قرش وطرحوا لمستحق الدعم بخمسة قروش الشعبة المخابز القرار يحمي القطاع من ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج يعني الحقيقة وزارة التموين حتى الآن يعني الحمد لله أنها ما زالت بتحافظ على السعر المدعم للمواطنين أصحاب بطاقات اللي بيحصلوا على الخبز المدعم خمسة قروش رغم زيادة التكلفة إلى ستين قرش فكيف يتحدث هذا الخبر أيضا عن أسباب هذا الارتفاع في التكلفة والتي حتى الآن لا يتحملها المواطن يعني هذا جزء من الدعم اللي بتوجهه الدولة للمواطنين يمكن الميزانية العامة للدولة بتتحمل هذا الفرق الرهيب في سعر رغيف العيش لكن لا نستطيع ولا تستطيع الدولة الاقتراب من هذا السعر لأنه في ظل الظروف اللي بتمر بيها البلد وبعد فكرة يعني انقفاض العملة المحلية من الصعب جدا أن احنا نقرب من سعر رغيف العيش وبالتالي ده كان له إنعكاس على المدخلات اللي هي بتؤدي لإنتاج رغيف يعني مثلا الطاقة ارتفعت تكلفة العامل ارتفعت احنا النهاردة لقينا السعر نفسه التصنيع شوالي دي اللي هو زينة 200 كيلو ارتفع من حوالي 123 جنيه 180 جنيه هذا الفرق بتتحمله الدولة لأنه في النهاية خلاص لازم توفر رغيف العيش للمواطن وما تداريش ترفعي الدعم عنه لكن المراقبة اللي اتعاملت من خلال بطاقات التموين كانت مراقبة جيدة في أنك تسيطري على الدعم أنه هو يوصل لمستحقية يعني أنا بتصور أنه يعني كان اللافعون الحكومة في الفترة دي فينها تقدر تحفظ على الدعم ويستمر يعني استمر هذا الدعم وما نقتربش منه أكيد نتمنى ذلك يعني دي تأكيدات وزارة التموين حتى الآن رغم الارتفاع الكبير فيه مدخلات الانتاج زي ما حضرتك بتقول الوقود وأيضا الدقيق وما إلا زال صحيح يعني إحنا بنكلم أنه الدقيق ارتفع من 2500 إلى 6000 لطن وده أكيد يعني ارتفاع ما يزيد على الضعف فبنتمنى بالفعل سبات سعر رغيف الخبز المدعم للمواطنين إلى الصفحة الثانية وإلى ملف الإسكان وبنقرأ هذا العنوان وزير الإسكان الرئيس يتابع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والعالمين الجديدة يعني بالفعل مشروع ملف الإسكان بيحظى باهتمام كبير من سيادة الرئيس في هذه المرحلة وبنتابع إنشاء الكثير من المدن الجديدة في مختلف مناطق مصر وهذا الخبر تحديدا يتحدث عن العاصمة الإدارية الجديدة والعالمين الجديدة وأيضا منطقة مدينة شرق بورسعيد فما هي تفاصيل ما وصل إليه الإنشاءات والإسكان هناك يعني هو الملف ده تحديدا ده من الملفات المهمة جدا اللي بتحظى باهتمام شديد من جانب الرئيس والحكومة الرئيس عبد الفتاح استيسي المسألة مش مسألة إنشاء مدن أو مجرد تنمية للوحدات السكنية لا إحنا لو بصينا على فكرة العاصمة الإدارية الجديدة هي في حد ذاتها نقلة نوعية يعني إحنا النهاردة لما بمبص على القاهرة وحجم الزحام اللي بقى موجود فيها وحجم المشاكل اللي موجودة وإنتي محتاجة أن أنت تفرغي القاهرة وتحوليها إلى عاصمة يعني تاريخية لأن هي لها وزن تاريخي ولها أهمية بنسبة لإقطاع السياحة وفي نفس الوقت إنتي لما بتعملي عاصمة إدارية جديدة إنتي بتنشئيها على آخر طراز ووصل له العالم دي مسألة هيكون لها أثر مهم ثانيا أنه ده خلق فرص عمل كتيرة جدا للناس اللي موجودة يعني العمالة اللي مكنتش يعني كان فيها عمالة ومكنتش موجودة يعني إحنا شعورنا قد إيه كان لاختصاد ضعيف بعد 2011 شعورنا قد إيه إحنا كنا محتاجين نخلق فرص عمل فدي كانت فرصة إن إحنا نخلق فرص عمل فرصة إنه تواجد العاصمة الإدارية في مكانها الجديد هيخلق نمط وأماكن جديدة نقدر ننميها بعد كده الشغل في مدينة العالمين الشغل في شرق برسعيد إنشاء مينة جديدة لليخوت كل ده بيدي فرص جديدة لإنتي تنمي المناطق دي إن إنتي تخرجي بحيز السكان اللي هو متركز في الوادي الدلتا لمناطق جديدة مش بس إنتي بتخرجي بيه سكانيا ده إنتي بتخلقي فرص عمل جديدة في الأماكن دي وبالتالي بتخلقي مجتمعات عمرانية بامتداد الاستثمارات يعني مش مجرد خلق فرص وخلاص أكيد يعني بالفعل شرق برسعيد تحديدا كما يذكر هذا الخبر بتحظى باهتمام كبير وتعاون أيضا مع هيئة قناة السويس والشركات العاملة بها لتنمية هذه المنطقة وإنشاء العديد من المرافق بها زي ما حضرتك ذكرت ميناء وأيضا جامعة أقليمية وغير ذلك من منتجعات خاصة ومنتجعات وتجامعات خاصة لرجال المال والأعمال أنا يمكن أنه كنت عايزة أرجع كمان لفكرة أنه شركات قناة السويس هي اللي بتقوم بالتنفيذ وبالعمل لأنه البعض بيبقى عنده دايما لغط ما بين فكرة إشراف الهيئة الهندسية على مشروع أو تنفيذها المشروع بأنه يقول أنه القوات المسلحة بتنفذ مشروعات مستحوزة على الاقتصاد لا يا جماعة لازم نفرق ما بين فكرة الإشراف والتنفيذ ومقييس الجودة اللي بتعمل عليها الهيئة الهندسية وما بين التنفيذ والعمل من يعمل هو شركات مدنية داخل هذا القطاع لكن اللي بيتابع التنفيذ والجدول الزمني قوات المسلحة لأن الحقيقة إحنا لما بيبقى عندنا يعني الشركات بتشتغل وتاخد راحتها شوية في التنفيذ دي بتبقى مشكلة لكن الهيئة الهندسية هنا لما بقول بعد أسبوع يعني معناها بعد أسبوع صحيح وده الحقيقة اللي بيزود كل يوم ثقة المواطنين في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الحقيقة بتقوم بأعمال تعمير كبيرة جدا في مختلف الأماكن نروح إلى الصفحة الثالثة ونقرأ هذا الانوان جمعة استبدال أراضي الأوقاف لصالح النفع العام بتخفيض 25% يعني الحقيقة هذا الخبر هو تصريحات من وزير الأوقاف دكتور محمد مختار جمعة عن أراضي الأوقاف فما هي التفاصيل وكيف تستفيد الدولة من أراضي الأوقاف لصالح النفع العام أول فكرة أنه لما بيبقى فيه أراضي وهذه الأراضي بتغضع لفكرة وضع اليد أو أراضي أخرى بتملكها وزارة الأوقاف وفيه مشروعات مثلا ذات نفع عام فالأوقاف قررت أنه هي في المشروعات ذات النفع العام هتاخد الدولة أو المشروعات دي هتاخد الأراضي دي بتخفيض 25% عن قيمة الأرض وده مهم لأنه في بعض الأحيان مثلا أنت بتبعيز تنشيئي مدرسة معينة والمدرسة محتاجة مساحات معينة وشكل معين واللي بيملك هذه المساحات الكبيرة من الأراضي بتكون مثلا جاهة زي وزارة الأوقاف ففكرة أنه أنا أخفض التكلفة للمشروع الخدمي أو المشروعات ذات النفع العام 25% دي فكرة نبيلة وفكرة جيدة جدا وأنا يعني شايف أنه إحنا المفروض نبص ويبقى فيه عندنا حصر بالأراضي اللي ممكن تنقدر نحولها المدارس خصوصا إحنا محتاجين عدد كبير جدا من المدارس عشان نقدر نحسن جودة التعليم أراضي ممكن تبقى مهمة جدا لننشئ عليها مستشفيات خصوصا إذا كنا النهاردة إحنا بنفكر فيه نوعيات معينة من المستشفيات وتطوير المستشفيات بتاعتنا فالأراضي دي أكيد هتبقى مفيدة جدا مراكز للشباب أيضا وتنمية النشاط الرياضية مراكز يعني فكرة أنه يبقى فيه مكان للشباب وأنه نقدر أدي له فرصة أنه يمارس الرياضة أنه حتى أنشئ مكتبة يعني مش بالضرور أنه أنشئ مكتبة مثلا بالشكلها القديم مجرد الأرفف بتاع الكتبة بس لأ أنه أتيح كمان المكتبة دي بشكل أونلاين ونتقدر تخش تطلع جوه مكان دي مسألة مهمة خصوصا في الأماكن اللي فيها حيز عمراني مثلا في نطاق الريف دي مسألة هتبقى مهمة جدا بالنسبة لها أكيد بنروح إلى الصفحة الثانية وإجراءات حصار الإنفلونزا بنقرأ هذا العنوان الزراعة تشديد إجراءات حصار إنفلونزا الطيور يعني في ظل أنه فيروس الإنفلونزا الطيور اللي كان متعرف عليه تحور ووصل إلى سلالة جديدة وهي H5N8 ما هي أبرز جهود الدولة وتحديدا ممثلة هنا في وزارة الزراعة لتجنب الحصول على هذه الدواجن المصابة بهذا الفيروس يعني هم بدأين طبعا إحنا يعني يمكن الدواجن بتحظى بأهمية خاصة جدا الفترة اللي احنا فيها دي نتيجة لإدفاع أسعار الحوم الحمرة وبالتالي لابد من الحفاظ على السروة الداجنة وتنميتها وزيادتها لأنه هي مش بس مجرد الفراخ اللي بتوصل للبيت لكن هي كمان معاها البيض اللي بيستفيد منه المواطن فبالتالي إحنا محتاجين أنه نحافظ على هذه السروة الداجنة ونستفيد من تجاربنا قبل كده لما دخل الفيروس مصر وكان فيه خسارة رهيبة في السروة الداجنة وبالتالي وزارة الزراع بدأت بدري التشديد في إجراءاتها اللي هي بتاخدها من فكرة متابعة للتحصينات والتحصينات ونوعيتها اللي هي تاخدها السروة الداجنة دي التوعية اللي المفروض نبتدي نوعي بيها المربين لأن المسألة مش هتبقى مجرد أن نبتدي تحصينات للسروة الداجنة دي بس لا ده كمان ست البيت اللي هي في الريف اللي بتبقى مربية يعني اللي عندها سروة داجنة في البيت حتى ولو بسيطة لابد متابعتها على شام ما يحصلش أن هذا الفيروس ينتقل منها أو يتحور إلى مزارع ينتقل إلى الإنسان يؤذي الإنسان فبالتالي الإجراءات اللي بدأتها وزارة الزراعة دلوقتي مش بس هي اللي لازم تشتغل لا ده كمان وزارة الصحة لازم تتابع المسألة بشكل أساسي يعني ما تبقاش المسألة هي مسئولية وزارة الصحة فقط ما تبقاش أسف مسئولية وزارة الزراعة فقط لازم يبقى فيه دور كمان للهيئات الصحية الموجودة في الريف والتابعة ده أكيد وأيضا استيراد الدواجن من الخارج يعني فيه تشديد جدا على الإجراءات لانتشار هذه السلالة الجديدة من فيروس أنفلوانزا الطيور في دول أوروبا أنه أصبحنا بنشدد جدا على اختيار الدواجن السليمة والتي لا تنقل هذا الفيروس بنروح مرة تانية للصفحة الأولى والملف الرياضي وبنقرأ هذا العنوان اليوم انطلاق كأس أفريقيا بالجابون وسط دعوات تخريب وإجراءات مشددة يعني أكيد بنتمنى الفوز والتوفيق لمنتخذنا الوطني في كأس الأمم الأفريقية بعد فترة طويلة أصلا من عدم المشاركة صحيح وكنا قبلها بنستحوز على الحصول على كأس أمم أفريقيا لمرات متتالية فكيف يرصد هذا التقرير آخر لاستعدادات لهذه البطولة؟ هو إحنا يعني السياسة هذه المرة تلقي بزلالها على الجابون يعني إذا كان النهاردة إحنا في النسخة الـ 31 فالدعوات اللي بيدعوها الناس يعني بدل من المواطن اللي هو معترض على فوز الرئيس الحالي أو معترض على نتائج الانتخابات بدل ما يعبر عن رأيه ده بشكل بعيد عن فكرة الدعوة يعني الاحتجاجات في الشارع أو لتهديد أمن أو سلامة الضيوف الموجودين عنده بدل ما يستغل فكرة وجود إقامة البطولة في الجابون علشان ينشط سياحة أو يستفيد اقتصاديا منها لأن الجابون بتعاني من حوالي 20% من الناس الموجودين فيها بيعانوا من البطالة يعني أنت المفروض بتدور على خلق فرص عمل والمفروض يعني المفروض باستغلال هذه الفرصة آه تستغل الفرصة لأنه عندك بطولة مهمة جدا الناس كلها بتتباحها بشغب فالمفروض تستغلها وتستفيد منها على الأقل حتى تقلل حجم البطالة اللي عندك تستفيد في خلال الفترة دي لكن اللي بيحصل أنه السياسة للأسف بتلقي بزلالها على الرياضة رقم اتنين احنا بنبص يعني بالنسبة لنا احنا كمصريين احنا الفريق بتاعنا بيلعب في ولاية تانية هي بتبعد عن العاصمة بمسافة كبيرة لابد عشان يتنقل لها فلابدو نوع اتنين من خلال المركب أو يتنقل من خلال الطائرة وبالتالي الفرقة المصرية أو المنتخب المصري في حالة من الأمان يعني ما فيش قلق بالنسبة له أو ما فيش مشاكل بالنسبة له بعيدا عن دعوات التخريب اه بعيدا عن دعوات التخريب لكن يمكن وحنا بنتمنى انه ما حصلش طبعا ده في الجابون احنا يعني بنتمنى من الله ان شاء الله البطولة تمشي بشكل كويس ما حصلش حاجة المواطنين يبقوا مقدرين جدا للزرف ده مقدرين ان العالم كله بيبص على الجابون دلوقتي صحيح على الافتتاح بكرة بنتمنى فريقنا القاومي كل التوفيق ان شاء الله اكيد يعني خصوصا انه اختيار الجابون كان بديل ليبيا وهي ايضا تعاني من صراعات لكن يعني اكيد اشد بمراحل من الجابون يعني هو الفكرة انه للاسف بقت القرى الافريقية يبدو انها تعاني الكثير من الصراعات يعني اصبحت الصراعات تؤثر بشكل كبير حتى على الاحداث الرياضية يعني احنا كنا زمان بنتكلم دايما عن الاحداث الرياضية باعتبارها جزء من انتصاص جانب مهم في بعض الاحيان من غضب الشارع او الرأي العام وان هي فرصة لنشر الاخلاق دايما الرياضية ما بين الناس الا اننا المرة دي بنلاحظ انه بدأت بعض الدول يعني تستغل او بعض الافراد يستغلوا هذا فيه الدعوة للتخريب الدعوة للتظاهر الدعوة للحتجاجات وده على فكرة بالمناسبة مش بيحصل في افريقيا بس لا ده ممكن يحصل في دول اوروبية او غيره انه يستغل افتتاح بطولة ما او حدث رياضي او فني في انه يعبر عن غضب اكيد طيب نعود لاستعدادات المنتخب المصري لهذه البطولة المهمة ويعني الامال المعلقة عليه انه يعود مرة اخرى للحصول على هذا الكأس كأس الامم الافريقية يعني كيف استعد المنتخب لهذه البطولة يعني انا بتصور انه او بتوقع يعني ان ان شاء الله يعني احنا هنعود للبطولة لانه الناس اللي موجودة كلها مش بس عندها رغبة فدلاء هي بتشتغل على ده بشكل جدي الفترة اللي احنا قعدنا فيها بعيد كان فيها تدريب كان فيها استعداد قوي الفريق نفسه فريق مؤهل لانه يحصل على ده لانه كان حامل اللقب قبل كده صحيح وده فارق فارق كبير جدا فكرة اسعاد الشارع فكرة اسعاد الشارع نفسها في حد ذاتها بعيدا حتى عن الحديث عن التدريبات واللياقة البدنية وهذا يعني هذا الخط لكن هناك تصور اخر انه كل الناس اللي موجودة هناك عندها رغبة شدة جدا في اسعاد الشارع المصر وده على فكرة ببقى فارق كبير جدا دايما مع المصريين في حاجات كتير قوي يعني بيكون فيه هدف عنده ويكاد يكون الجميع يقول يعني عند تصور انه ده صعب او انه صعب اننا حققه لكن في النهاية خالص هذا الهدف وصعوبته بتجعل المصريين اكثر قدرة على تحقيقه اكيد يعني نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في بطولة كأس امم افريقيا ونتمنى ايضا ان يفوز بالكأس هذه المرة وهنا ونحن نتحدث في ملف الرياضة ايضا نهن منتخبنا الوطني في كرة اليد على فوز بالامس على المنتخب القطري 22-20 ويعني بنتفاقل بهذا الفوز ونتمنى ان يعم كافة المجالات الرياضية هنا مشاهدين بنصل لنهاية هذه الجولة في العدد الجديد لجريدة المصري اليوم شكرا لضيف هذه الحلقة الاستاذ هشام شوكو الكاتب الصحفي بالجريدة شكرا لجود حترك معنا استاذ هشام تحيات لحضرتك للسادة المشاهدين شكرا لكم ايضا مشاهدين على حسن المتابعة وغدا اخبار جديدة وفريق عمل جديد الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة